وإلى كوب 28 بدولة الإمارات المتحدة حيث التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بدبي رئيس الوزراء الياباني فوميوشيشيدا على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني قد عقد جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها الرئيس السيسي ما تقضى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لأسيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة من جانبه أشار كيشيدا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعيدة كافة مشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموية لأسيما في إطار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وهو ما ساهم في تحفيز الشركات اليابانية على مضاعفة نشاطها في مصر للاستفادة ما تتيحها تلك المشروعات من فرص استثمارية وعدة مع تأكيد أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون التنائي والتشاور السياسية ذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط هذا وتترق اللقاء إلى التباحث بشأن قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية حيث أعرب الزعيماني عن الأسر الشديد لاستئناف القتالة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين مؤكدين إدانة استهداف وقتل المدنيين على أي نحو وأعرض رئيس السيسي في هذا الصدد تطورات الجهود المصرية للتهديئة وتمديد الهدن الإنسانية وصولا لوقف إطلاق النار كما اتفق الجانباني حول الضرورة القصوى لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة بالكميات المناسبة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وأشدد على رفض مصر واليابان للتهجير القصرية للفلسطينيين بأي شكل أو صورة لفتنا إلى ضرورة العمل بجدية على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية